زي الأمر قصص للستات في مشاكلهم أو المشاكل اللي بيمروا بيها الستات كل ست ليها مشكلة عملت إلهام شاهين مشكلة الكنسر ليلة علوة في السعيد جمانة مراد العانس صابرين هنا بقى شايفاكي دور عمية وبتتجوزي متحد صالح وكلميني عن خمس حلقت أنت يمكن عملتي برضو حاجة سبعية بس مش مع ميزتي دي كانت كورونا عملت برضو خمس حلقات دي عجبتني التماد دي فكنت لازم يبقى فيها ميزتي الميزتي في شعر كورونا كان مهمة قوي إن احنا نقول إن شاء الله وبقى وهيروح يعني هنا الكفيفة إزاي يعني تبني نفسها ومتحد الأعاقة إزاي يبني نفسه حتى لو بقى سنه كبير ممكن يقدر يعمل إيه وممكن ده يخليه يرجع يصغر تاني والفرح تبقى في عينه تاني وبقى فيه أمل في الحياة طول ما فيه نسبة هو اسمه 1% فطول ما فيه نسبة حتى لو 1% لازم نجري وراءها التحدي الأعاقة هل تعاملتي مع حد قبل ما تخش الشخصية ولا اعتمدت على الورق المكتوب وانت من خلال مشاهدتك في الحياة لمتحدة الأعاقة لكتب تقبليهم سواء في زيارتك الخيرية أو حاجتك الإنسانية هو كان سهل شوية لأنها هي عميت تقريباً وهي عندها 27 سنة فإذا هي مش متحددة الأعاقة طول عمرها يعني هي مسنودة على نفسها برضو يعني عارفة الألوان عارفة الأبعاد بيتها اللي تربت فيه شافته كده يعني فبالتالي المسألة هنا مختلفة شوية طبعاً مع الجميل أحمد شفيق أنا في إيد أمينة برضو في داقش ندويلي كاتب حاجة حلوة قوي ماها سليم حد يعني رائع الجمال إنك بتتعاملي حاسة إنك في بيتك يعني فبالتالي الجو كله جميل والأستاذ عفاف شويب ومتحد صالح كله كله جميل يعني طبعاً الكفيف ده أنواع في حرقات عين معينة ونسب وفي الكفيف اللي مولود كده وفي الكفيف اللي جي بعد فترة يعني الكفيف إن أنا يمكن عارفة دراسة شوية عن المكفوفين فكل واحد ليه دور فهل يعني مثلاً ده كان مكتوب لك في السيناريو إن أنت تاخدي الكفيف هي الكفيفة هنا معنا عضلة العين وقفة العضلات كلها ده اللي هو مولود كله لأنه ما بيعرفش يحرق عضلات وفي الكفيف تلاقي على طول يعني مصدر ودوء قوي لأنه هو صغير زي طاح سين زي محمود في الكتكات زي كده يعني فبالتالي هنا لأ شيء مختلف هنا العضلة العين وقفة فطول الوقت سبتة يعني بتتكلم كده فهم أقصلي إزاي وده مرهقة جداً درجة إن كان بارح فيه مشهد أنا وأنا وقفة كتير بمثله ومفروض بعاية فالمفروض ده أنت حتى ما تدربشيش وده صعب جداً لقيت العضلة عندي جوه عمالة تعمل كده وأنا ما بقتش عارفة هو دي بربشها ولا عضلتي بقت يعني لا هو طبعاً تركيز بصري شديد جداً وبيوجع الرقب قوي بس يا رب في الآخر إن شاء الله يعجب الناس يعني تبعتي إلهام وليلة الحلقات اللي قبل كده حبايبي طبعاً وجمانة وشفتي القصص بتاعتهم أنا حابة قوي دلوقتي المرأة ومشاكل المرأة وحابة قوي أن كل حد فينا بيعالج يعني حاجة موجعة وفيها أمل وفيها حتى إلا أنا كمان بتعالج حاجات للمرأة يعني كده